بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ونحمد الله طلابنا الأعزاء المحاضرة الثامنة من محاضرات التشريح الأملي عن الـ Respiratory System سنأخذ الـ Respiratory System الجهاز التنفسي بمحاضرتين المحاضرة هذه هي عن الـ Upper Respiratory System الجهاز التنفسي الجزء العلوي منه الذي سيشمل الـ Nose Nasal Cavity والـ Pharynx الـ Nasal Cavity والـ Pharynx اللي هو البلعوم نحن لم أخذيه سابقاً قسمناه بالجهاز الهضمي إلى Nasopharynx الجزء من البلعوم اللي صير خلف الـ Enf والـ Oro Pharynx الجزء اللي صير خلف الفم Oro والـ Laryngopharynx هذا صير Relay Station أو منطقة التوزيع ما بين الـ Respiratory System عبر التريكيا اللي صير انتيريري أو اللارنكس اللي صير انتيريري والـ Esophagus أو المريء اللي صير انتيريري فهذا هو الفارنكس نحن لم أخذيه سابقاً ما رح نرجع له اللارنكس هي نقطة ما للـ اتصال ما بين الأبر واللور Respiratory System فرح ناخذها بهذه المحاضرة لكن هي بالحقيقة رابط ما بيناتهم وهي أهم موضوع قدنا بهذا الكورس كله لأن شغلكم أكثره رح يكون على اللارنكس وعلى اللارنكس فرح ناخذ باللارنكس التجاوي في مالتها التجاوي في مالتها الغضاري في مالتها رح ناخذ المسلز رح ناخذ الـ Blood Supply وأخير شيء اللارنكس اللي هو أهم موضوع قدكم المحاضرة طبعا اخذناها حضوريا بعض القروبات بوقت القروبات ما ما اخذتها ويبقى أنه تأخذها إلكترونيا ما أنه خاصة الدوام الحضوري بعد اللغة فهذا هو الـ Respiratory System لدينا النوز والفارنكس هنا الأبر ومن الأسفل ذن يكون هنا البقية اللوار رح ناخذهم بالمحاضرة الجاية إن شاء الله النوز والنزل كافيتي رح ناخذ به النوز اللي هو الأنف رح ناخذ من عنده External Nose هذا الخارجي جزء الخارجي اللي نشوفه اللي رح يشمل بعدين ناخذ التفاصيل طبعا بهاي المحاضرة المفردات المطلوبة كلها موجودة ضمن السلايدات ما رح تحتاجون إلى الـ Paper بس الـ Paper هي موجودة أو مرفوع الـ Guide Paper وراها رح ناخذ النوز اللي هي الخياشين مثل ما يسموها أو المناخر انتيريار نوز وقوستيريار نوز داني فتحات الأنف اللي تفتح على الخارج واللي تفتح على النيزوفارنكس من الخلف النيزل كافيتي هي التجويف مع الأنف بمناطق خاصة للشم مناطق خاصة للتنفس أو مناطق مع التنفس وفي الفستبيول ما ماخذين تفاصيلها فعدنا بعدها السبتم اللي هو الحجاب ما بين التجويفين مع الأنف وعدنا الـ Conkey اللي هنا العطيات اللي رح تكون على جانبي الأنف لا اثرالي وحنشوف شلون الـ External nose رح يشمل الـ Nasal bone واللي اخذناه من عظام الجمجمة ذني عظمين والـ Nasal cartilage مجموعة قضاريف ويهنفات وكذا رح ينفش مهم الـ Nostrils هنا المناخر مهم ان تعرفون انه اكو فتحات للخارج واكو ايضا نفس الفتحات للداخل رح تربط الـ Nasal cavity بالـ Nasopharynx الـ Nasal cavity رح تكون مثل ما قلنا بها مناطق شمية هاي الـ Olfactor هي شمية الـ Vestibule هذا الاخدود الخارجي الـ Nasal septum اللي هو الحجاب او الحاجز مع الأنف اللي نسمع كثيرا انه يصير بانحراف وكذا يتكون من جزئين مثل ما قلنا بالـ External nose يتكون من جزء عظمي وجزء غضروفي الجزء الغضروفي صغير انتيريار يسموه septal septum septal cartilage فهو septal cartilage هذا الغضروف الحجابي والـ Bone اللي هو البوني septum الحجاب العظمي او الحاجز العظمي متكون من مجموعة عظام الفومار الأثمويد الغيره ما مطلوبات منكم فهذا هو الحجاب او الحاجز طبعا هو نادرا جدا ان يكون بالوسط فعلا بالضبط عادة ان يكون بيفد نسبة انحراف مجرد المعلومة هاي فبس اذا صارت الانحراف زايد رح يكون يسبب مشكلة الموضوع المهم اللي نحتاج له بالسبتم هو Little's Area Little هذا اسم العالم اللي وصفها وبيها الكسلباخ بلاكسس هذا المؤشر بالأحمر هذا البلاكسس الدموي او الشبكة الدموية مسؤولة يعني بيها فالتشابك دموي من كل الشرائن اللي تشوفوها قدامكم فيصير بها المنطقة غزارة وهي المسؤولة عن اي نزيف يصير بالأنف غالبا فاذا شفتوا احد نزف من أنفه رح يكون غالبا من هاي المنطقة اللي هي صار انتيريار بالسبتال كارتليج وبالليتلز اريا مثل ما يسموها ولذلك طبعا هو بحالة النزيف ما يصير الواحد انه هاي طريقة رفع الرأس للاعلى غلط لان بهالحالة اتا رح ترجع الدم للخلف ما رح تقطع فعلا انه ما رح ترجع على البوستيريار نوستريلز وكذا ويرجع على النيزوفارنكس ويسبب مشاكل اخرى الكونكي او التوربينيتس ممكن يتعبر عنها بالعربي بالمراوح هنا ثلاث طيات ثلاث يعني مثل ما تشوفوهن هنا طيات بمعنى طبقات مثلا تخزميها السوبرير كونكا الميدل كونكا والانفيرير كونكا هذني الطيات هنا المسؤولة عن ترطيب او زيادة المساحة السطحية لعمالة تجويف الأنف حتى يزيد الترطيب ويزيد التدفئة للهواء الداخل وطبعا هنا ايضا ايضا بيهم للفتحات ما مهم ما مطلوبة منكم اللي هنا فتحات جوب الأنفية تفتح تحتهن فهنا يحملها ذني مثل ما تشوفوهن قدامكم صايرات على كل جانب من التجويف الأنفي من الجانب الأيمن على الجدار اللاترال من الجانب الأيسر على الجدار اللاترال ايضا وبالميديال رح يكون هو السبتم بالوسط يعني البرانيزال ساينسز هنا الجيوب الأنفية ساينس بمعنى جيب بارانيزال ساينس يعني بمعنى جوار الأنف حتى تتذكرون ساينس حتى تتأخذوا بالرياضيات ساينس والكوسين ساين المهم فبارانيزال ساينس هنا الجيوب الأنفية اللي رح تكون بأربع مجاميع رح ناخذ منعدها الفرونتال بالفرونتال بون إذا تتذكرون الفرونتال بون والماكزيلاري اللي هي بالماكزيلاري بون واكو بعد الإثمويد ولي ورا صايرة هي السفينويد ما مطلوبة إذن أربع مجاميع فرونتال ماكزيلاري وإثمويد طبعا هنا مثل ما تعرفون الجيوب الأنفية هي عرضة للالتهاب لأن هي بها قنوات هذه القنوات تفتح على النيزال كابتي فإذا نسدت هذه القنوات لأي سبب إن كان رح تسبب الالتهاب وتجمع السوائل وصداع وممكن يسبب ألم بالسنون وغيرها فهذه هي الجيوب الأنفية اللارنكس هي الحنجرة قلنا هي المدخل مال الجهاز التنفسي رح ناخذها بهذا السبع مفردات رح ناخذ بالبداية الكافيتيز أو الفضاءات أو السبايسز اللي رح تكونها بالبداية اللوكيشن مالتها الموقع مالتها نحن نبدأ بيه الأنتيريار نيك صغيرة بالأمام تماما فوق التريكيا سوبيريارلي تو تريكيا وإنفيريار تو هذا الهايويد بون هذا الهايويد بون هايويد عظم اللامي مثل ما يسموه فهذا الهايويد بون مرتبط باللارنكس عن طريق غشاء بعدين رح ناخذه وبيها كافيتيز التجاويف السوبرا غلوتس اللي هي منطقة ما فوق الغلوتس والغلوتس نفسها اللي هي الفتحة مال الجهاز التنفسي أو هي المسافة أو المساحة ما بين الحبال الصوتية الحقيقية ما بين الفتحة يسموها غلوتس خوش فهذه الفتحة هي تمثل المدخل وبتحتها ضمن اللارنكس ضمن الحنجرة يسموها انفراغلوتك مع تحت غلوتس فهذا تلاث مكانات رئيسية وتلاث الفضاءات رئيسية بالفضاء الأعلى بالسوبراغلوتس اكو طبعا يسموه ايضا الفستبيول او الاخدود نفس الشي هو السوبراغلوتس او الفستبيول بمنطقتين مهمات جدا نتعرفوهن الفاليكيولا والبايريفورن فوسا رح نشوفهم بال كورونال وبالساجتال هذا الساجتال سكشن مثل ما تشوفون الفاليكيولا هي هاي صغيرة قدام هذا الغضروف قدام اللارينكس بشكل عام وخلف التونج خلف اللسان ما بين التونج وبين اللارينكس هذه المنطقة رح يدخل بها خطاف اللارينكوسكوب بثنا عملية اللارينكوسكوب ناظر الحنجري رح يدخل بها الخطاف هنا ورح نشوف ما بعدها ما بعدها يعني ما بعد هذا اللسان المزمار رح نشوفه مرتفع رح نشوف بسطة الناظر البايريفورن فوسا اللي هي الجيوب اللي صاير على جانبي اللارينكس على جانبي الحنجرة اكو ايضا فضاءات مهمة قلنا ناخذها هي البايريفورن فوسا او البايريفورن ساينس هذه ستشوفوها بايريفورن ساينس مكتوبة هذه بصف اللارينكس بصف الحنجرة بالمقابل ذيتها الإبيجلوتس وقدامها هي الفاليكيولا اتمنى تركزون على هذان المكانين هذه ايضا سلايد اخر عليها بايريفورن ساينس وين صايرة والفاليكيولا هي صايرة ما بين التونج وما بين الإبيجلوتس طبعا الإبيجلوتس شنية هي واحدة من الغضاريف اللي رح تكون اللارينكس 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 ستكون من ثلاث غضاريف مفردة رئيسية وثلاث أزواج من الغضاريف أكثر هنا هايالاين بمعنى صلب وظروف صلب هايالاين كارتلج ما عدا الإبيجلوتس اللي هي تكون هذة مثل الورقة وتكون لينة إلاستيك إلاستيك كارتلج هذا السلايد عن نواع الكارتلج طبعا أهم واحد هو الثايرويد كارتلج اللي هو شكله شكل الدرع فأصور ثايرويده بمعنى درع صاير بالأمام وتستقرع علي من الأمام أيضا الثايرويد جلاند وغدة درقية وبهذا البروز بالمال اللي إذا شوفوه يسموه Adam's apple Laryngeal prominence هو البروز الحنجري طبعا هو يكون أكثر بروز بالمال لأن التستستيرون إلا أثر عليها فهذا البروز هو اللي رح يستخدموه لتحديد مكان هذا الثايرويد كارتلج الكرايكويد كارتلج هو حلقي صاير تحت الثايرويد كارتلج هذا طبعا مثل ما تشوفوه صاير بالداخل أكثر شي وتستقرع علي كارتلجات مزدوجة سنأخذها بعد شوية الإلاستيك كارتلج اللي هو الإبيجلوتس إبيجلوتس يعني فوق الإجلوتس الإجلوتس قلنا قبل شوية شنية هي الفتحة مال true vocal cords فتحة مال vocal cords الفتحة مال الحبال الصوتية ما بين الحبال الصوتية هذه هي الإبيجلوتس أو يسموها بالعربي لسان المزمار خذنا قبل شوية شكلها بشكل ورقة ويغطيها ميوكوزة أو طبقة مخاطية فتصير بهذا الشكل اللي قدامكم الشرب الأخضر راح تبرز من خلف اللسان مثل هذا الشكل وهي صايرة يعني هذا الشكل قدامكم وهذه هي اللارنكس بشكل عام واضحة بها الفوسة الفيري فوم فوسة ارتينويد كارتلجز اري تينويد اري تينويد كارتلجز إنها أيضا هاي لين كارتلج ذني استقرا عليك رايكويد كارتلج ويمسكن الحبال الصوتية اللي راح ناخذهم بعد شوية هنا عدنا أشبه بالكوز حتى تختبرون اللي فهمتوه فيأشر لك بأي شنوه هذا هو قاعد لك إنه هذا وهو جزء من فراغ جزء من فراغ جزء من فراغ من اللارنكس اللي هو جزء من جزء من جزء من اللارنكس هسا راح ندخل بال أو الأنسجة الرقيقة والأنسجة الضامة ما للارنكس راح ناخذ بها أجزاء و جزء أي اكسترنسيك الأكسترنسيك هنا اللي راح يربطن اللارنكس بقية الأجزاء حواليها أو التراكيب والإنترنسيك هنا اللي ربطنما بين أجزاء اللارنكس نفسها الثايروهايويد منبرين الغشاء ما بين الثايرويد و الهايويOOD هو يعتبر أكيد إكسترنسيك هذا راح يربط بين الثايرويد كارتليج والهايويوي بون و راح يتثخن يتسمك بالوسط بالmedian side فيسموه Median Thyroid Ligament أيضا عندنا الكريكوثايرويد ممبرين هذا أيضا غشاء يربط مع بين الكريكويت كارتليج والثايرويد كارتليج غشاء هو بالبداية ممبرين بالوسط راح يتسمك أو يتثخن أو يثيكني يصير به فيسموه Median Cricothairoid Ligament أو رباط كان غشاء صار رباط أكو عملية يسموها Cricothairotomy الفتح بال Cricothairoid Cartilage هو Incision through the Cricothairoid Membrane والCricothairoid Ligament أو Median Cricothairoid Ligament أتمنى تحفظون اسماء بس هنا إجايات مشتقات من الارتباطات معالتها مرتبطة بالCricoid ومرتبطة بالثايرويد فيسموها Cricothairoid مرتبطة بالثايرويد مرتبطة بالهايويد فيسموها Thyrohyoid من الأسفل الأعلى طبعا هذه العملية يساووها كبديل عن Tracheostomy الفتحة بال Trachea بعدين تأخذوها إن شاء الله في حالة منهم ما قدروا يسموها Tracheostomy فيسموها هذه هسا لدينا الطيات اللي رح نشوفها باللارينغوسكوب هذه اللي نشوفوها مأشرة بالأخضر يسموها Vestibular Fold طيّة صايرة ضمن الإخدود Vestibule أو Supraglottis أخذناها قبل شوية فهذه الطيقة يسموها Vestibular Fold هي يسموها أيضا False Vocal Chords الحبالة الصوتية الكاذبة في مقابل True Vocal Chords اللي قلنا ترتبط بالأرتينويت Cartilage ذني ورح يكونن خلف أو أسفل من هذا النجل False Vocal Chords ربما ذني السلايدات ما مهمة مجرد أن تعرفون أسمائهم اللي هنا Vocal Ligaments أو Vocal بمعنى صوتية Vocal Voice من Voice Vocal فVocal Ligaments Vocal Folds Vocal Chords حبال فهنا ذني أسمائهم أما السلايد المهمة الهن هو السلايد ما للارينجوسكوب اللي يشبه هذا هنا رح تشوفون مثلا بهذا داي يظهر للكم أو يعرض لكم الحركة ما لل Vocal Chords اللي هي Abduction بمعنى ابتعاد وانفتاح للفتحة مالتهم للغلوتس وأدقشن اللي هي الاقتراب وانغلاق للفتحة فهذا أسماء الحركة مالتهم حس موضوع المسلز أو العضلات اللي رح تحرك اللارينجس وأجزائها فأيضا مثل ما قلنا بالSoft Tissues بالConnective Tissues قلنا أنه أكو أشياء خارجية Extrinsic ذني رح يشتغل على اللارينجس من الخارج هنا عضلات الهيويد اللي رح يرتبط بالهيويد فيشتغل elevators و depressors ذني الاكسترنسيك الاكسترنسيك يشتغل supra hyoids elevate والإنفرا hyoids depress هذا الموضوع أخذناه طبعا بمحاضرة العضلات المحاضرة الخامسة و محاضرة يعني تقدرون نك عضلات الرقبة أيضا هنا عضلات الرقبة ذني supra hyoids فوق hyoids و infra hyoids تحت hyoids يشتغل على hyoid bone والhyoid bone مرتبط باللارينجس فإما يرفعها بعملية البلع حتى ينزلنها للأسفل هذا هنه extrinsic laryngeal muscles هذا السلايد ما أخذي سابقا عدنا intrinsic laryngeal muscles العضلات الداخلية لللارينكس بيهن وظيفتين abduction adduction قلنا مثل ما قلنا حركات vocal cords أتمنى تربطون ذني vocal cords كانت حركتهم abduction adduction من يقوم بهذه الوظيفة هن intrinsic laryngeal muscles عندنا blood supply للارينكس يشمل شريانين شريانين يأتي من الأعلى فيسموه superior laryngeal artery وشريانين يأتي من الأسفل فيسمو inferior laryngeal artery هنا برانشات من thyroid arteries همين superior و inferior ما مهم المهم أنك تعرف توزيع الشراين أو عفوا الأوردة طبعا نفس الشراين رح تأتي بالعكس همين superior laryngeal vein و inferior laryngeal vein تزويد العصبي رح يكون أيضا بعصبين superior laryngeal nerve و recurrent أو الراجع laryngeal nerve هذا اللي رح ناخذ بعدين ربما من الفيكس نرف فروع هنا من الفيكس نرف طلعا الفيكس أخذناه سابقا اللي هو العصب العاشر اللي رح ينزل من العصاب القحفية إلى الجسم بعدين ناخذ تفاصيل أكثر بالجهاز العصبي فرح ينطي عصبين العصب الأعلى يسمون superior laryngeal nerve طبعا رح يزود الحبال الصوتية وكذلك الراجع recurrent laryngeal nerve أيضا رح يزود الحبال الصوتية وعضلاتها وكذا آخر موضوع وهم موضوع عندنا هو laryngeoscope قلنا رح يكون هواي من شغلكم به وحتى بعض طلاب المراحل الأخرى يجوا يعني سئلوا عن هذا الموضوع كون هم محتاجين فالموضوع رح يأخذ الصورة اللي تشوفها بأثناء laryngeoscope الصورة رح تشوف بيها عدنا من الأعلى لتشوفون هذه المنطقة المؤشرة epiglotus ثم glotus طبعا هنا glotus مؤشرة بشكل خطأ glotus هي الفتحة ما بين true vocal chords وليس false وهنا نحاط ما بين false vocal chords فهذه حتى تنتبهون عليها false vocal chords النذن بالأعلى مؤشرات بسميهم vestib لحظة نسميهم vestibular folds ذني هنا false vocal chords ذني رح يكون الكاذبات اللي ما بيهن حركة بينما وطبعا يكونن أكثر حمرارا شوية بينما اللي خلف الأسفل منهن هن true vocal chords اللي هن vocal folds أو vocal ligaments أخذنا أسماءهم سابقا فهذه vocal chords رح يكونن متحركات والمسافة ما بين هن هي glotus أسفل من عدهن رح تشوفون crycoid ثم trachea أو الرغامي القصب الهوائية وهكذا هذا السلايد جدا مهم ورح يجعلي أكوز بنفس هذه المحاضرة وقدنا هنا حركة vocal chords مثل ما شوفوهن وهنا التأشير الصحيح مع اللي glotus رح شوفوهن مؤشر هما بين true vocal chords وهنا ايضا مؤشر هما بين true vocal chords هذا السلايد جدا مهم عن l-epiglotus vestibular folds vocal folds glotus trachea هنا هذا quiz يسئلك تعال حد تجد تشوف لازم تعرف وين piriform fossa أول شي لما ذكرنا ها قبل شوية وين هال piriform fossa رح تشوف l-epiglotus صايرة وين anterior وين posterior وين true vocal chords وين false vocal chords وين glotus فتحة فهذا مهمتكم أن تراجعوا أنتو وتحددوهن موضوع للاطلاع فقط اللي هو swallowing البلع مجرد يقول لك أنه أكف الشي flexes فراغ flexes to close the airway during swallowing ينثني حتى يسد ال airway جهاز تنفسي أكيد هو l-epiglotus لسان المزمار رح ينطبق ويسد larynx وهذه الاستيجات للاطلاع حتى تشوفوهن من دخول اللقمة إلى عبورها إلى ال-esophagus متجنبة للارينكس الكرايكويد برجر أو سليكس منوفر هذه أيضا للاطلاع هي عملية بالامرجنسي بالطوارئ يساووها بأثناء ال-intubation أثناء تنبيب اللارينكس أو الرغامي يسدون ال-esophagus المريء اللي صغير خلف الكرايكويد كارتلج حتى لا يرتجع الأكل من المعدة إلى الأعلى فيضغطون على ما هو الفراغ على من تصير الضغط برجر كان بي أبلايت تذا كرايكويد كارتلج تؤكلود ال-esophagus اللي هي سد ال-esophagus المريء ويمنع ال-origen الارتجاع مجرد للطلاع هذه الصورة حتى تكون على فكرة من الأناتومي شكرا جزيلا بالتوفيق إن شاء الله